منتصف النهار هنا في القاهرة أهلا بكم مشاهدنا الكرام في مستهل فترة إخبارية شاملة تأتيكم من قناة النيل للأخبار أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو استطاعت أن تؤسس الجمهورية الأولى لمصر وأن تغير وجه الحياة بشكل جذري في مصر والمنطقة بأثرها جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي بمناسبة الذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو تحل اليوم الذكرى السبعون لثورة الثلاث والعشرين من يوليو المجيدة التي مثلت تتويجا لنضال طويل قاده الشعب المصري دفاعا عن حقه في وطن مرفوع الرأس فقد استطعت تلك الثورة أن تؤسس الجمهورية الأولى لدولتنا وتغير وجه الحياة بشكل جذري ليس فقط في مصر بل في المنطقة بأسرها وكانت لها إسهامات ملهمة في الحركة العالمية لتصفية الاستعمار وترسيق حق الشعوب في تقرير مصيرها حيث تغيرت الخريطة الدولية وارتفعت رأيات الحرية والاستقلال فوق معظم الدول العربية والإفريقية أيضا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو تعد إحدى بطولات القوات المسلحة وردت للوطن عزته وللمواطن كرامته واتسمت بالتلاحم بين الشعب المصري وجيشه سيظل تاريخ قواتكم المسلحة كعهدكم بها دائما حافلا بالبطولات والإنجازات الوطنية ومن بين تلك البطولات ثورة يوليو المجيدة التي حملت القوات المسلحة لواءها عندما خرجت طلائعها ليلة الثالث والعشرين من يوليو منذ سبعين عاما لتلتف حولها وتساندها جموع وجماهير هذا الشعب ولتعلن قيام الثورة التي ردت للوطن عزته وللمواطن كرامته وليسطر التاريخ نموزجا للعلاقة بين الشعب وجيشه اتسمت عبر عقود طويلة بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة إنها علاقة فريدة من نوعها بين شعب أبي عظيم وجيش يمثل نموزجا للمؤسسة الوطنية التي تدرك مهمتها وتؤديها على الوجه الأكمل ولا تحيد عنها كما وجه سيسيا تحية لأبطال ثورة الثالث والعشرين من يوليو الذين صنعوا لوطنهم فجرا جديدا فتحية تقدير واعتزاز خلال هذه الذكرى العطرة إلى هؤلاء الأبطال الذين تقدموا لقيادة الثورة وحملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا لوطنهم فجرا جديدا وعلى رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات والرئيس محمد نجيب كما أكد رئيس الجمهورية أصراره على النهوض بمصر وتغيير واقعها للأفضل لتوفير حياة كريمة لأبنائها من الأجيال الحالية والمقبلة إننا نسره بإرادة صلبة لا تلين على تحقيق الغايات الكبرى التي نضعها نصب عيننا والأهداف العليا التي نحملها على عاتقنا من أجل النهوض بوطننا الغالي وتغيير واقعه للأفضل ولتبقى مصر قادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها من الأجيال الحالية والقادمة أخذا في الاعتبار متغيرات العصر المتسارعة وشواغله الجديدة لأن مصر بموقعها الجغرافي ودورها الإقليمي والدولي لا تستطيع أن تعزل نفسها عن تلك التحديات والمتغيرات التي تكتاح العالم وطالت تداعياتها الجميع ولعلكم تتفقون معي أنه لا سبيل للتغلب على تلك التحديات سوى بالعمل الجاد والمستمر كما أكد الرئيس السيسي أن مصر ستعمل بكل عزم للانطلاق إلى الجمهورية الجديدة التي تؤسس لناسق فكري واجتماعي وإنساني شامل إنني على يقين من قوة عزيمتنا معا في الاستمرار بخطة ثابتة وواثقة في الطريق الذي اخترناه جميعا من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة جمهورية التنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع جمهورية تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وإنسانيا شاملا وبناء إنسان ومجتمع متطور تسده قيم إنسانية رفعة في مسيرة الوطن أحداث بارزة غيرت حياة المصريين من قيود حقبة ملاكية لم تكن فيها مصر لأهلها إلى رحاب عهد جمهوري صار فيه الشعب صاحب الحق الأصيل من هنا جاءت ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين عانت نصر قبل ثورة يوليو من استغلال فئة قليلة خيرات الشعب بأكمله حيث استحوذت الأسرة المالكة وحاشياتها المقربة على مئات الآلاف من الأفتنى وتركت لغيرها الفتات في تلك اللحظات المأساوية بدأت مجموعة من ضباط الجاش المصري في تكوين تنظيم الضباط الأحرار اتخذ الضباط الأحرار من مساء الثاني والعشرين من يوليو عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين ساعة الصفر وفي الساعة السابعة والنصف من صباح الثالث والعشرين من يوليو أذع البكباشي محمد أنور السادات بيان الثورة الأول باسم اللواء محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة بني وطني تازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحق وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نافق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والطرحين وعقب إلقاء البيان خرج الشعب مساندا للجيش في مشهد رسم الملامح الحقيقية لثورة يوليو المجيدة التي أرغمت الملك فاروق على مغادرة البلاد في السادس والعشرين من يوليو ومضت مسيرة الثورة تحقق أهدافها الوطنية حتى تولي مجلس قيادة الثورة برئاسة جمال عبد الناصر مسؤولية البلاد في الرابع عشر من نوفمبر عام الف وتسعمائة واربعة وخمسين نجح الثورة يوليو المجيدة في تحقيق استقلال الوطن بتوقيع اتفاقية الجلاء البريطاني عن مصر عام الف وتسعمائة واربعة وخمسين كما نجح الثورة يوليو المجيدة في القضاء على الاقطاع كما كسرت ثورة يوليو المجيدة سياسات الاحتكار فأممت شركة قناة السويس عام الف وتسعمائة وستة وخمسين وأنهى الثورة يوليو المجيدة الفوارق الاجتماعية بإلغاء الألقاب والرتب وبذلك سطر الشعب وجيشه ملحمة وطنية خالدة في التاريخ بعث العهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي ولحكومة وشعب مصر بالمزيد من التقدم والازدهار كما بعث ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو أعرب فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس الجمهورية ولحكومة وشعب مصر المزيد من التقدم والازدهار موسيقى 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 أيضا بعث الرئيس الصيني شي جيم بينغ رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو وذكرت سفارة الصين بالقاهرة أن الرئيس شي جيم بينغ أكد خلال رسالته أن مصر التبعت في السنوات الأخيرة بثبات طريقة الاستقلالية وأحرزت تقدما قويا في التنمية الوطنية ولعبت دورا مهما في الشؤون الإقليمية والعالمية وأشار البيان لأن الرئيس الصيني أكد أنه والرئيس السيسي شارك في الحوار رفيع المستوى للتنمية العالمية الذي عقد مؤخرا وأنهما دفع باتجاه تحقيق نتائج مثمرة للحدث هنى الرئيس البيلاروسي أليكزاندر لوكاشينكو الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو وأقل لوكاشينكو في تهنئته للرئيس السيسي أن مصر تحت قيادته حققت نجاحات كبيرة في تنفيذ البرامج الاجتماعية الهادفة إلى التنمية الثابتة وكذلك تحقيق مستويات معيشية مرتفعة ومؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي في الظروف الصعبة الحالية وأكد رئيس بيلاروس أن بلاده تعير اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع مصر كالشريك الأهم والأكثر نفوذا في القارة الإفريقية يحتفل المصريون بالذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو التي ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري والتي أكدت على العلاقة القوية والتاريخية بين الشعب وجيشه العظيم المصريون في الثالث والعشرين من يوليو هذا العام بالذكرى السبعين للتحرك الذي قام به ضباط بالجيش المصري ضد الحكم الملكي عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين هذا التحرك الذي عرف في البداية بالحركة المباركة قبل أن يطلق عليها رسميا ثورة الثالث والعشرين من يوليو حركة الضباط الأحرار سيطرت على مرافق البلاد الحيوية وأكبرت الملك فاروق على التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد الثاني ومغادرة البلاد في السادس والعشرين من يوليو عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين نفذ الثورة تنظيم الضباط الأحرار المكون من عدد من الضباط يتقدمهم جمال عبد الناصر وأنور السادات وعبد الحكيم عامر وصلاح سالم وخالد محيدين تولى اللواء محمد نجيب بتكليف من الضباط الأحرار قيادة الحركة في بداية الثورة إلى أن تسلمها زعيم الثورة الفعلي جمال عبد الناصر في نوفمبر عام 1954 وأتميزت ثورة يوليو بأنها ثورة بيضاء لم ترق فيها الدماء وحظيت بتأييد شعبي جارف من ملايين المصريين الذين كانوا يعيشون حياة تتسم بالمعاناة قامت ثورة يوليو على ستة مبادئ هي القضاء على الاستعمار وأعوانه والقضاء على الإقطاع وسيطرة رأس المال على الحكم وإقامة حياة ديمقراطية وتأسيس جيش وطني قوي وعدالة اجتماعية كان لثورة يوليو إنجازات عديدة أهمها توقيع اتفاقية جلاء قوات الاحتلال البريطانية عن مصر وإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية وتأميم قناة السويس وتتشين السد العالي وإلغاء الطبقات بين الشعب كان من أهم إنجازات ثورة يوليو إقرار مجانية التعليم العام والعالي وتأميم التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب وإصدار قانون الإصلاح الزراعي وعلى الصعيد الخارجي تبنت ثورة يوليو فكرة القومية العربية وسندت الشعوب العربية المحتلة لتخلص من الاستعمار الذي سعت لمحاربته بكل ثوره وأشكاله في قرتي إفريقيا وأسيا بدأ تونسيون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع دستور جديد وسوف تستمر عمليات الإدلاء التونسيين بالخارج بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لمدة ثلاثة أيام ويبلغ عدد التونسيين في الخارج الذين تم تسجيلهم في الاستفتاء وفقا لبيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس وصل إلى 348876 ناخبة وتجرى عملية الاستفتاء عبر مراكز ومكاتب الاقتراع في مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في 47 دولة حول العالم التونسيون على موعد في الخامس والعشرين من يوليو الجاري للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن رأيهم في مشروع الدستور الجديد الذي يمثل مرحلة مفصلية من تاريخ تونس المعاصر تونس تمر بأزمة سياسية حادة منذ قرر الرئيس قيس سعيد خوض غمار معركة حاسمة مع الفساد المستشري في بلاده وتحمل انتقادات واسعة في سبيل تنفيذ مخططه الإصلاحي قبل عام طرح سعيد مشروع دستور في نسخة أولية ثم أجرى عليها أكثر من 40 تعديلا لأخطاء قال إنه من الطبيعي أن تظهر وأن تصحح في أي مسودة لمشروع دستور وسجلت هيئة الانتخابات أكثر من 9 ملاجين و300 ألف ناخب وأعلنت السلطات يوم الاستفتاء عطلة رسمية لتيسير أعمال الاقتراع مرحلة الاستفتاء هي الثانية ضمن مخطط تم إقراره من قبل الرئيس قيس سعيد بعد أن قام بتعليق ثم حل المؤسسات الجمهورية بما فيها البرلمان إضافة إلى تغيير قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الانتخابات يرى محللون أن نسبة المشاركة ستكون ضعيفة على الأرجح نظرا للمسار المثير للجدل الذي شهدته فترة إعداد مسودة الدستور الجديد وأمام الرئيس التونسي قيس سعيد وضع اقتصادي واجتماعي متأزم في البلاد ومهمة شاقة لإيجاد الحلول لذلك خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتدهر القدرة الشرائية للمواطنين التي زادت الأزمة الروسية الأوكرانية من تراجعها ويوم الثلاثاء الماضي أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثة من خبرائه اختتمت زيارة إلى تونس في إطار مفاوضات تجريها المؤسسة المالية الدولية مع البلد المأزوم لمنحه برنامج مساعدات مشيرا إلى أن المحادثات ما بين الجانبين حققت تقدما جيدا وتتمحور المفاوضات بين تونس وصندوق النقد حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن ويشترط الصندوق أن يقترن القرد الذي قد يبلغ ملياري يورو بتنفيذ إصلاحات جذرية ويرى خبراء أن الإصلاحات التي ستقوم بها تونس ستثقل من كاهل المواطنين أكثر فأكثر خصوصا فيما يتعلق بمراجعة سياسة دعم المواد والسلع الأساسية يعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم اليوم إذا كان يتوجب على المنظمة إطلاق أعلى مستوى من التأهب لديها في مواجهة تفشي مرض جدري القرود أم لا وذلك بناء على توصيات لجنة الطوارئ يأتي ذلك في وقت سجلت فيه أكثر من 15300 إصابة بجدري القرود في 72 دولة في مختلف أنحاء العالم وذلك وفقا لأرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تطورات الأزمة الأكرانية قالت المخابرات العسكرية البريطانية أن القتالا عنيفا اندلع في آخر 48 ساعة إذ واصلت القوات الأوكرانية هجومها على روسيا في إقليم خيرسون غرب نهر دينيبرو وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن خطوط إمداد القوات الروسية غرب النهر معرضة بشكل متزايد للخطر لافتة لأن الضربات الأوكرانية الإضافية تسببت في مزيد من الأضرار لجسر أنتوني فيسكي الرئيس على الرغم من أن روسيا أجرت إصلاحات مؤقتة فيه قال حاكم إقليم كيرو هوفراد في وسط أوكرانيا إن قوات روسية أطلقت 13 صاروخا وأصبت مطارا عسكريا وبنية تحتية للسكك الحديدية في الإقليم مما أسفر عن سقوط عدد من الأشخاص ما بين قتيل وجريح وذكر الحاكم أن فرق الإنقاذ تعمل في المواقع المتضررة كما أن الكهرباء انقطعت عن منطقة صغيرة في عاصمة الإقليم نتيجة للقصف الروسي أكد رئيس الأوكراني فولادمير زيلينيسكي اليوم أن الأسلحة القوية ستنقذ أرواح الجنود الأوكرانيين وتسرع من حل الأزمة معربا عن شكره لنظيره الأمريكي جو بايدن على حزمة المساعدات الدفاعية الأخيرة التي قدمت لأوكرانيا كان جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للشؤون الاستراتيجية قد أعلن أن بلاده ستقدم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار تشمل أربع منظومات مدفعية جديدة عالية الدقة من طراز هيمراس بالتزامن مع تسارع إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تتصاعد المخاوف من وقوع تلك الأسلحة في أيدي عصابات الجريمة المنظمة العصابات الإجرامية تحاول اعتراض إمدادات الأسلحة الغربية المرسلة إلى أوكرانيا وسط مخاوف من بيعها في السوق السوداء وذكر مصدر أمني أن العصابات تدخل من أوروبا الشرقية إلى أوكرانيا عبر بولندا وتدفع أموالا مقابل شراء الأسلحة الغربية ليعود بها إلى الاتحاد الأوروبي وكانت روسيا قد نشرت مقاطع تظهر أسلحة تم تحميلها من جهات مجهولة وصواريخ مضادة للدبابات أثناء بيعها بسوق سوداء في أوكرانيا وردا على هذه المقاطع قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية يوريساك أن كييف تعمل جاهدة لتهدئة المخاوف الغربية حيال تحركات شراء الأسلحة التي يتم مراقبتها مع الشركاء الدوليين وأشار ساك إلى أن البرلمان كسلطة تشريعية يشارك في مراقبة الحلفاء الدفاعية في ظل قانون الطوارئ مضيفا أن جميع الأسلحة التي قدمها الغرب مسجلة وجرى إرسالها إلى الجبهة مؤكدا على أن الشفافية هي أفضل وصفة ضد التلاعب والتضليل من قبل روسيا وكان الاتحاد الأوروبي أفاد بأنه بصدد إنشاء مركز في مولدافيا لمحاربة الجريمة المنظمة لأسيما تهريب الأسلحة من أوكرانيا المجاورة وأصبحت الأسلحة الفردية متاحة بشكل متزايد في أوكرانيا بعد النزاع الذي اندلع عام 2014 بين الانفصاليين المدعومين من موسكو في الشرق والجيش الأوكراني وفيما تعلق بأزمة الغذاء شدد أنطوني جوتيري شالمينو العام لمنظمة الأمم المتحدة على ضرورة تنفيذ اتفاق إعادة فتح الموانئ الأوكراني على البحر الأسود بهدف تصدير الحبوب بشكل كامل لمواجهة أزمة الغذاء العالمية تتويجا لمحادثات على مدى شهرين بوسطة الأمم المتحدة وتركيا تجاوزت روسيا وأوكرانيا قساماتهما ووقعت في مدينة اسطنبول التركية اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب من ثلاثة موانئة أوكرانية توقفت فيها عمليات التصدير بسبب أسوأ صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية تدور رحاة منذ خمسة أشهر في إحدى المناطق الأكثر خصوبة في أوروبا في بلدين من أكبر الدول المنتجة للحبوب في العالم أبرز بند ينص عليه اتفاق اسطنبول هو إقامة ما وصفه بالممرات الآمنة التي من شأنها أن تسمح بعبور السفن التجارية في البحر الأسود وتعهدت موسكو وكييف بعدم مهاجمتها وسيكون الاتفاق صالحا لمدة 120 يوما وهي المدة اللازمة لإخراج نحو 25 مليون طن من الحبوب المكدسة في الصوامع الأوكرانية في حين يقترب موعد موسم حصاد جديد ويمكن تمديد الاتفاق تلقائيا دون الحاجة إلى مزيد من المفاوضات لكن المفاوضين تخلوا عن إزالة الألغام من البحر الأسود التي كان الأوكرانيون بشكل أساسي قد زرعوها لحماية سواحلهم وبررت الأمم المتحدة الأمر بأن إزالة الألغام ستستغرق وقتا طويلا مضيفة أن مرشدين أوكرانيين سيرشدون السفن عبر القنوات الآمنة في المياه الإقليمية الأوكرانية في البحر الأسود ثم تعبر مضيق البصفور إلى بناء تركي للتفتيش بهدف تبديد مخاوف روسيا التي تريد ضمانات بأن سفن الشحن لن تجلب أسلحة إلى الأوكرانيين وبعد ذلك تتجه الشحنات إلى وجهاتها وأبدت تركيا استعدادها للمساعدة في إزالة الألغام في هذه المنطقة البحرية في حين تعهدت روسيا بأنها لن تستغل حقيقة أن الموانئ سيتم تطهيرها وفتحها لتشن هجمات على أوكرانيا ويقول محللون أن الاتفاق لا يتمتع بأسس قوية كونه غير دولي ولم يودع في الأمم المتحدة مما يعني أن أي من الطرفين المعنيين بإمكانه التخلي عن الاتفاق في أي لحظة لكن ذلك لم ينفي أن الاتفاق به نقاط قوية أهمها تسليم خرائط الألغام في البحر الأسود وعمليات التفتيش الملزمة للسفن وينص الاتفاق على إنشاء مركز مشترك للتنصيق والقيادة مقره اسطنبول للإشراف على سير العمليات وحل الخلافات لكن إنشاء المركز سيستغرق من ثلاثة إلى أربعة أسابيع وهذا يعني أن شحنات الحبوب قد لا تبدأ في التدفق قبل النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل كما طالبت موسكو بفتح الأسواق أمام كميات إضافية من الأسمدة والحبوب الروسية التي تعرقل العقوبات الغربية تصديرها وتم توقيع اتفاق منفصل لتسهيل خروج الصادرات الروسية ابقوا معنا مشاهدين الكرام لا يزال بين أيدينا المزيد من المتابعة الإخبارية ضمن هذه الفترة الإخبارية الشاملة بعد قليل نتابع مجلس الوزراء السريلانكي الجديد يجتمع للمرة الأولى لبحث سبل خروج البلاد من أزمتها أهلا بكم مجدداً وأدعوكم لترحيب الزميل محمد سليمان الذي ينضم إلينا الآن في هذه القراءة لأهم وآخر أخبار المال والاقتصاد أهلا بك محمد أهلا بك أحمد أشكرك أخبارنا الاقتصادية في بانراوان تصف اليوم وتتابعون فيها المالية تؤكد تطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخاطر خلال الفترة المقبلة بالمنافذ الجمرقية أهلا بكم أعلنت وزارة المالية أنها تستهدف خلال الفترة المقبلة تطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخاطر في جميع المنافذ الجمرقية وأشارت الوزارة إلى تشجيد الرقابة لحماية الصناعة الوطنية ومنع دخول المنتجات الرديئة المغشوشة وتحفيز القطاع التصديري للوصول لحلم المئة مليار دولار سنوياً يأتي هذا في حين استعرض وزير مالية محمد معيت جهود تطوير المنظومة الجمرقية وتشغيل النظم الحديثة لإدارة المنافذ الجمرقية وذلك على نحو يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة ترجمة نانسي قنقر قالت وزيرة المالية التونسية سهام البغاديري أن الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها البلاد تشمل منظومة الأجور والمؤسسات العمومية وأخرى تتعلق بالدعم والضرائب التي كانت موضوع المحادثات والمفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولي خلال زيارتها لتونس وأضافت البغاديري أن المفاوضات مع وفد صندوق النقد كانت إيجابية وستقود تونس إلى إبرام اتفاق مع الصندوق على برامج إصلاحات على مستوى السنوات القادمة دعا الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء وتفعيل خطة منظوم منظمة عفوا للإصلاحات في سريلنكا من أجل إعادة اقتصاد البلاد إلى مصار مستدام وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه يراقب عن كتب وضع الأمن الغذائي في سريلنكا من أجل تمويل الإجراءات التي تستهدف المجتمعات الأكثر ضعفا هذا وتمر سريلنكا بأكبر أزمة انقصادية في تاريخها حيث تبلغ ديونها أكثر من خمسين مليار دولار أمريكي وبات الإفلاس وشيكا كما ينظر الوقود في العديد من محطات الوقود وأصبحت الأدوية شحيحة اقترحت المفاوضات الأوروبية اثناء مؤقتا قصير الأجل من القواعد الخاصة بتناوب المحاصيل والحفاظ على الخصائص غير الإنتاجية في الأراضي الصالحة للزراعة وذلك من أجل زيادة إنتاج الحبوب ومن المقرر أن يعيد هذا الإجراء نحو واحد وخمسة من عشر مليون هكتار إلى الإنتاج مقارنة بقبل ذلك ليساعد كل مواطن كلة عفوا من الحبوب المنتجة في الاتحاد الأوروبي على زيادة الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم وسيتم إرسال اختراح المفاوضية إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل اعتماده رسميا مع الإشارة إلى أن النظام الغذائي العالمي يواجه مخاطر وشكوكا شديدة تنبع بشكل خاص من استمرار الأزمة في أوكرانيا أعلن مجلس الحبوب الدولية أن مهمة نقل أوكرانيا لخمسة مليون طن من الحبوب في الشهر الأول بعد إعادة افتتاح الموانئ ستكون صعبة للغاية وكشف المجلس أنه ستظل هناك حاجة إلى مساحة تخزين إضافية مثل بناء صوامعين جديدة ووفقا لمجلس الحبوب الدولي سجلت تلك الصادرات رقما قياسيا جديدة بلغ نحو 2.3 مليون طن في يونيو الماضي ومع ذلك فإن هذا لا يمثل سوى ثلث الكمية التي تم تصدرها شهريا عن طريق البحر قبل العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في فبراير الماضي أعلى منك المركزي الروسي تخفيضا جديدا لسعر فائد الرئيسي من 9.5% إلى 8% على أساس سنوي وذكر المركزي الروسي أنه لا يزال معدل النمو الحالي لأسعار المستهلكين في البلاد منخفضا بما يساهم في مزيد من التباطئ السنوي للتضخم مشيرا إلى أن هذا يرجع لتأثير مجموعة من العوامل والدينامكيات المقيدة لطلب المستهلكين استنفت روسيا ضخ الغاز إلى أوروبا ولكن بكميات أدنى من خلال إعادة تشغيل خط أنبيب الغاز نوردستريم وبعد عشرة أيام من الصيانة السنوية لخط أنبيب الغاز الذي يربط مباشرة حقول الغاز في سيبيريا بشمال ألمانيا كانت أوروبا تتخوف من أن توقف مجموعة جازبروم الروسية التي تملك نوردستريم توقف الإمدادات كليا بعد عشرة أيام من الصيانة السنوية استأنفت روسيا ضخ الغاز إلى أوروبا لكن بكميات أدنى من خلال إعادة تشغيل خط أنبيب الغاز نوردستريم بدون أن يبدد هذا الغموض حول مستقبل هذه الإمدادات ما يؤجج المخاوف من أزمة طاقة في الاتحاد الأوروبي هذا الشتاء وعاودت جازبروم متصدير الغاز ولكن فقط بنسبة 40% من طاقات الخط بمستوى ما قبل أعمال السيونة بحسب ديانات الشركة الألمانية المشغلة للشبكة وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أكد أنه لم يعود هناك ما يمنع تقنية نوردستريم من العودة إلى العمل بكامل طاقته بعد أعمال السيونة متهما روسيا بأنها تمارس ابتزازا بواسطة الغاز وفي إطار المواجهة بين موسكو والغرب حول مسألة الطاقة اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الغاز كسلاح ولتجنب أزمة كبيرة كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت خطة تهدف إلى خفض الطلب على الغاز بنسبة 15% على المدى القصير مع إمكانية جعل هذا الهدف ملزما في حالة التوارئ وينقل نوردستريم حوالي ثلث كمية الغاز التي يشتريها للتحاد الأوروبي سنويا وتبلغ 153 مليار متر مقعب ومن ثم يتم تصدير الغاز من ألمانيا إلى عدة دول أوروبية وخفضت شركة جاسبروم عمليات التسليم عبر نوردستريم إلى 40% من الساعة منذ منتصف يونيو الماضي بحجة عدم تسلمها توربينا أرسل للسياناتي في كندا وفي وقت تتهم الحكومة الألمانية روسيا منذ البداية باستخدام مشكلات التوربينات زريعة رد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف مؤكدا أن العقوبات الغربية هي المسؤولة عن المشكلات التقنية المتعلقة بإمدادات الغاز تات أخبارنا الاقتصادية وعودة إلى الزميل أحمد عتابي لاستكمال بانراما تفضل شكرا محمد أهلا بكم مجددا ناقش مجلس الوزراء السرلانكي الجديد الذي اجتمع لأول مرة في عهد الرئيس المنتخب حديثا رانيل وكرميسنج سبل عودة البلاد إلى طبيعتها في غدون أسبوع من خلال تنظيم وظائف المؤسسات الحكومية وقال رئيس مجلس الوزراء أنه تم تأمين وقود يكفي لمدة شهر واحد فقط فضلا عن ضرورة الإسراع في التوزيع بموجب نظام الحصص كما مكن قوات الأمن من الحفاظ على الدستور وتهيئة بيئة للعيش دون خوف وأشار إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي جارية لتأمين المساعدات المالية نجى رئيس الوزراء التايلندي برايت شان أوتشا من تصويت بحجب ثقة في البرلمان بعد حصوله على دعم كاف من النواب ليجتاز بذلك آخر اختبار رئيس له قبل الانتخابات العامة المقرر إجراءها في غدون الأحد عشر شهرا المقبلة ليضمن نتيجة هذا التصويت مكانه كرئيس للوزراء حتى تنتهي فترته في مارس من العام المقبل حصل برايت البالغ من العمر 68 عاما على 256 صوتا مقابل 206 أصوات مع امتناع تسعة أعضاء عن التصويت يذكر أن هذه هي رابع مرة يطرح فيها دا برايت للتصويت بعد أن اتهمته المعارضة بالفساد وسوء الإدارة الاقتصادية مرة الأخرى نخرج إلى فاصل ونتابع بعده المزيد من أنبائنا بعد قليل درجة الحرارة تواصل ارتفاعها في عدة دول من العالم مخلفة خسائر بشرية واقتصادية تكتح موجات شديدة الحرارة عددا من دول العالم في مناطق مختلفة تخطت فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية في إطار نمط عالميا لارتفاع درجات الحرارة أرجعه العلماء والمتخصصون للتغيرات المناخية مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء العالم إلى معدلات غير مسبوقة حذر أقليم شنجيانج الصيني من المزيد من الفيضانات والانهيارات الطينية مع اكتياح موجات الحر بالمنطقة الحر الشديد أدى إلى تسريع واتيل الذوبان الأنهار الجالدية وتشكيل مخاطر على محصول القطن الضخم حيث ينتظ الأقليم نحو 20% من محصول القطن في العالم الصين شهدت ارتفاع في درجات الحرارة يفوق معدلاتها العادية خلال صيف الجاري وذلك نتيجة لتغير المناخ حسب ما أكد علماء أما في القارة العجوز كافعت خدمة الطور وفرق الإطفاء حرائق الغابات التي اشتعلت في مساحات كبيرة من جنوب أوروبا ونفذت السلطات عمليات إجلاء جماعية في اليونان غطت صحب كثيفة من الدخان السماء فوق جبل بنتيلي شمال أثينا بعد أن تمكن نحو 500 من رجال الإطفاء و120 عربة إطفاء و15 طائر محملة بالمياه من إخماد حرائق الغابات التي تسببت في تدمير عشرات المنازل ومقارات العمل أما في القارة الأمريكية فتعاني المكسيك من أسوأ موجة جفاف تشهدها الولايات الشمالية مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة التي أدت بدورها إلى انقطاع متواصل في الطيار الكهربائي السلطات المكسيكية حذرت من أن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها حتى منتصف أغسطس وعملت على توفير خزانات المياه المتنقلة في الشوارع لتخفيف معاناة السكان جراء ندرة المياه واختما نذكر بإهمي ما جاء بفتراتنا الإخبارية من عنوين للأخبار السيسي يؤكد أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو غيرت وجه الحياة في مصر والمنطقة بشكل جذري التونسيون بالخارج يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع دستور جديد منظمة صحة العالمية تعلن اليوم قرارها بشأن مستوى التأهد بمواجهة جدري القروض لهذا ننهي فترة ظهيرة للإخبارية للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت نايل دوت إي جي إلى اللقاء